الأنظار عم بتروح على الجوب ريبورتس بالوقت الحالي ونانفن بيرو اللي هو أهم شيء نحن بننظر له بالإضافة إلى الاننبليمين تريد نحن كتير من يحن نعرف أنه الـ 4.3 إلى الـ 4.5% هي منطقة جداً إذا بديك رد زون للفيدرال الأمريكي وكان ذكرها أمس باجتماعاته مش أمس ذكرها سابقاً باجتماعاته وأنه إذا وصلنا الاننبليمين لهذه المرحلة رح تكون خطرة علينا ورح يأخذ طبعاً قرار أسرع بتيسير الدورة التشريدية بالطبع فالآن الأنظار على الجوب ريبورتس باعتقادة ما رح تكون المحرك الأساسي كرميل نشهد طبعاً تغيير بالاتجاهات الموجودة الآن نعم رح ترفع من التقلبات نعم الأنظار عليها بسبب أنه هي رح تعطينا شوي صغير برسنتج أعلى أزافة عن 25 أو 50 بيسيس بوينتس ولكن التقلبات اللي عم نشهدها على سوء الأسهم على سبيل المثال بأعتقادة ممكن تكون مدفوع أيضاً بأمور أخرى مثل انفيديا على سبيل المثال والانتي ترس سوبينا اللي موجودة أيضاً من الدي او جي اللي هي نفتها بس على فكرة نفتها أمس طبعاً ولكن هذا ما بيع أنه مرافعة التقلبات وخففت شوي صغير من شهية المخاطر يعني بيصير عند نوع من الروتيشن أيضاً من سوء الأسهم نحو استثمارات أخرى مثل سوء السندات على سبيل المثال أو حتى عم نشوف بعض المستثمارين عم يلجأوا إلى الياباني أيضاً في سيف هيفن للمحظورة منذ فترة زمنية طويلة بالإضافة إلى طبعاً المانيفاكتشرين اندكس على سبيل المثال أيضاً ضغط على بعض أسهم الصناعة كمان فهذه المحركات طبعاً كانت موجودة بالسوء بالإضافة إلى الأنظار طبعاً الجوب ريبورت بالطبع ولكن برأيي شخص 25 بيسيس بوينت هي الاتجاه اللي رح يروح في الفاد من دون ما يعمل شاك ويف على السوء أو يعمل نوع من البانيك يعني أنت برأيك حتى لو إجت أرقام ضعيفة لن يخفض الفدرالي 50 نقطة أساس لأنه هذا بيعطي إشارات جداً سلبية للأسواق يعني بالفعل 50 بيسيس بوينت بيجأة بيعطينا إشارة على أنه تأخر من تقفيد معدلات الفائدة إلى حين وصل إلى طباط وملحوظ بالاقتصاد يعني إذا نظرنا إلى الـ US Factories كمان للمرة الخامسة على التوالد كنا عم نشوف أيضاً عم نشوف شوية أرقام سلبية من الولايات المتحدة زخم الجوب ماركت أو المومنتم اللي كان موجود في سوء العمل الأمريكي كمان ضعف بالفترات الأخيرة فهذه إشارات كلها طبعاً رح ترجع يعني تلزم ألفد نعم بتخفيد الفائدة وهذا معترف فيه ولكن 50 بيسيس بوينت برأي رح تعطي شك سلبي للسوء ومباعة تقادي ممكن تكون إيجابية حتى للأسهم رح أرجع لها النقطة ولكن قبل ذلك كان فيه تصريحات منفتة من جودمان ساكس بتوقع تصحيح في الأسواق خسائر أكثر من عشرة بالمئة في حال أتت أرقام الوظائف ضعيفة ويتحدث أنه أيضاً من العوامل الضغطة عادة آخر جمعتين من شهر سبتمبر هي بتكون الأسوأ لمؤشر الأسامبي تاريخياً بالتالي هل تتفقون مع هذا الرأي ممكن أن نشوف تصحيح في الأسواق الأمريكية على مؤشر الأسامبي يعني بالفعل هلأ نحن بشهر سبتمبر إذا بدك أو آخر ليت أكتوبر عادة بصير في كلوزنج للبالنس شيتس بعض الشركات بتسكر بعض البرافت تايكينج اللي موجودة عندها بصير في عندي ريس كارجولينج طبعاً للشيتس أو لتوجه نحو يعني كورتر فور إذا بدك أو بداية كورتر وان للعام المقبل فهذا هي طبعاً أحد العوامل اللي بتأثر هلأ طبعاً تراجع يعني إذا ممكن شهدنا بيانات جداً سيئة من دون شكل راح يضاعي في الييلدز أيضاً وهذا الموضوع ممكن أنه يجع يدعم سوء الأسهم للإتجاهة الصاعد طبعاً ولكن تراجعوا الكورتر على سوء الأسهم ممكن تكون مدعومة ب مثل مقلة الفولاتيليتي اللي هي على التاك كومبنيز اللي موجودة الآن على انفيديا وعلى بعض الشركات الأخرى اللي عم تكون المين كاتاليست يعني ما برأي راح تكون الكورتر متكلف فقط على بيانات سوء العمل اللي راح تصدر عنا